انطلاق برنامج الدمج التعليمي والتطبيقات التكنولوجية المساعدة بالمحافظات فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين في المحافظات بدأت تنفيذ برنامج الدمج التعليمي والتطبيقات التكنولوجية المساعدة تحت رعاية الدكتور ردح جازي وزير التربية والتعليم وإشراف الدكتور محمد جاد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين وبدأت فعليات التدريب الأول لرفع كفاءة وتطوير أداء الموجهين ومدير العموم بمختلف محافظات الجمهورية بمشاركة وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية للمعلمين ويستهدف البرنامج سقل المهارات للموجهين ومدير العموم للدعم وتطوير العملية التعليمية خاصة زوي القدرات الخاصة ومدارس التربية الخاصة ويشمل التدريب كافة مدير العموم والموجهين للعمل على دعم الطلاب ومدارس التربية الخاصة ويستمر لمدة شهر تحت رعاية الإدارة المركزية للتربية الخاصة وبدعم الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وصلنا لنهاية نشرتنا التعليمية على قناة مدرسنا 3 نلتقيكم ونشرة تعليمية جديدة في أمان الله